هوي بريس نحو إعلام هادف الفتيت في جوابه على سؤال كتابي للمرلمانية فاطمة الكشوت عن الفريق الحركي حول المطبات العشوائية المنتشرة في المدن ومختلف الجماعات أن نزارة الداخلية تولي اهتماما كبيرا لموضوع المطبات وتحدث الفتيت عن مواكبة ودعم الجماعة الترابية لمعالجة هذه الإشكالات في إطار المقاربة الشمولية لمنظومة التنقلات الحضارية بكل مكوناتها كتدبير حركة السير والجوالان وتهيئة المجال الطرقي وأوضح أن الجماعات الترابية تسهر في إطار الاختصاصات التي يخولها لها القانون على تحديد مناطق تخفيف سرعة السيارات والمواقع المناسبة للمطبات حفاظا على سلامة الراجلين وخصوصا في الأماكن التي تتركز فيها التجهيزات السوسيو اقتصادية والمراكز الحضارية التي تستقطب عددا كبيرا من الراجلين ونظرا للمخاطر التي قد تشكلها هذه المطبات العشوائية على سلامة الجسدية لمستعمل الطرق العموبية ومركباتهم شدد الفتيت على أن السلطات المحلية تعمل في إطار الاختصاصات المخولة لها على مواكبة ودعم الجماعات الترابية في معالجة هذه الإشكالية من خلال تدبير حركة السير والجولان وتهيئة المجال الطرقي كما تقوم بالتنسيق بشكل دوري مع المصالح الجماعية من أجل إزالتها وتعويضها بأخرى تستجيب لمعايير السلامة المقابل يضيف المسؤول الحكومي فإن بعض الجماعات الترابية بصدد معالجة إشكالية هذه المطبات العشوائية من منظور شامل يرتكز على إعادة تهيئة شاملة لشوارع المدن كجماعة الدار البيضاء التي تقوم حاليا بإعادة تهيئة مجموعة من الشوارع والأزقة وتضم الأشغال المبرمجة تجديد المطبات الموجودة واستبدالها بمنخفضات للسرعة تستجيب للمعايير التقنية المعمول بها وبهدف توحيد المرجعيات المتعلقة بالسلامة الطرقية المعمول بها في مجال تدبير التشوير الطرقي ومشاريع البنيات التحتية الطرقية بما في ذلك المطبات فقد ساهمت وزارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التجهيز والنقل ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمل والإسكان وسياسة المدينة إضافة إلى الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية في إعداد الدليل المرجعي حول السلامة الطرقية داخل المجال الحضري هوية بريس نحو إعلام هادف